من أهم التطبيقات اللي احنا ممكن نلاقيها في الصدق ومحتاجين احنا نعلمها على أولادنا ونعيشها احنا كمان بالمناسبة لو علمت أولادك من غير صدق الأولاد بيعرفوا فأنت لازم لما تيجي تعلم أولادك تعلم أولادك وانت صادق إن هو يحب الأخي ما يحبه له نفسي ياريت نعلم الناس إن الصدق مع الناس إن انت ما تبقاش إنسان أناني الأنانية بتقتل الصدق أنت لما تحب لأخيك ما تحبه لنفسي ما يتحبه لنفسك أنت صادق لأنه بيعيش مع أخوه وهو شايف إنه هو باب من أبواب الدخول على الله فبيرضيه ويحاول يرضيه إذا أخطأ في حقه وما يأزهوش ولا هو يأزيه ولا يحب إنه أخوه يأزيه عشان كده من أهم صفات الصادق شوف إيه؟ إنه يعتذر لما يغلط ويلتمس العزر للناس لأنه بيحب الأخي ما يحبه لنفسي وما يحكمش على الناس وما يبقاش سريع الأحكام على الناس فيبتعد عنه لا يفضل صادق مع نفسه وصادق مع الناس فأكتر الحاجات اللي بتبان فيها عدم الصدق هو كتر الأحكام على الناس ليه؟ انت خدت وقت دي عشان تحكم على حد وذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كما يحبش سماعك كلام اللي ملوش لازمه يقول لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن ألقاهم سريم الصدق وذلك هو الصادق الأمين ما يحبش الكلام الكتير اللي بيجيب وذلك إيه اللي حاصل؟ حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان أذنه خير فهو يسمع الصدق ما يسمعش الكذب لازم نربي على أولادنا إن الصدق كمان بيغرس فيهم قيم مهمة جدا جدا جدا